موسيقى موسيقى أهلاً أحب أنا مشاهدينا في كل مكان حديثنا اليوم التسبيح في وسط الألم أو وسط الضيق موضوع مناسب موضوع مناسب جداً في هذه الأيام الأراضي المقدسة بتمر في أزمة في وقت عصيب جداً من قتل وعنف وشلال دماء والأصعب دماء الأبرياء والمدنيين هذه أرض المسيح المسيح اللي جاء أرضنا وعلم رئيس السلام واللي تكلم عن الفرح واللي تكلم برسالة سماوية اللي بتغير الإنسان والكيان هذه الأرض عم تشهد كل أنواع الصراعات وكل أنواع الألام ليس فقط في الأراضي المقدسة ولكن عم نسمع في كل مكان طبعاً قلوبنا بتروح مع أحبائنا المغاربة الزلزال اللي ضرب المغرب أو ليبيا الفيضان المريع المخيف لحصد ألاف الزلزال في أفغانستان وطبعاً الحرب الخطيرة والشائكة الموجودة في أرض المسيح في الأراضي المقدسة في البداية بحب أقول لكل الأحباء اللي فقدوا أحبائهم ربنا يعزيكم ربنا يقويكم ربنا يشجعكم وبصلي فعلاً أنه الله يرسل سلامه العجيب في قلوبنا وحياتنا أولاً والرب يرسل سلامه إلى هذه الأرض المتمزقة اللي بتعاني من كل أنواع الصراعات الدينية الطائفية السياسية وفعلاً محبة المسيح وسلام المسيح ومجد المسيح يعم كل بلادنا والبلاد العربية هل الموضوع مناسب؟ رح نشوف في هذه الحلقة عن أهمية التسبيح ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور جزء من خدمة نور لجميع الأمم على القناة الفضائية قناة الحياة ويصرني أيضاً أن أقدم لأول مرة هو مش أول مرة يعني الأخ ناصف صبحي المرنم المحبوب المعروف من سنين طويلة كان معانا في التمانينات وفي التسعينات أيضاً ومازال شباب رح يكون ضيف لهذه الحلقة ويصرني لأول مرة أيضاً أن أقدم شخصية معروفة مش غريبة لمشاهدين القنوات الفضائية دكتور أسامة عاطف أهلاً وسهلاً دكتور أسامة أهلاً وسهلاً أخ ناصف حبيبي أهلاً وسهلاً بك طبعاً موضوع الحلقة يمكن اسمعتوه التسبيح وقت الألم قبل ما نبتدأ أنه كيف يعني يكون في تسبيح ولسيما الناس اللي بتعاني كل أنواع الألم في بلادنا العربي ولسيما في بلد المسيح لما نتكلم عن التسبيح إيه هو موضوع التسبيح أو التعريف التسبيح حتى المشاهد يفهم أكتر هذا الموضوع أولاً شكراً على دعوتنا وشكراً على المحبة الكبيرة وشكراً على التقديم الجميل كتر خيرك ومرحب بكل أستاذ المشاهدين التسبيح هو هذا الشيء المقدم لله بكل التعظيم وبكل التفكير في مجده في عظمته في جلاله التسبيح هو هذا الشيء المقدم من الإنسان ليس مجرد الشكر على موقف أو أمر ما كان في مكسب ما لكن التسبيح هو حياة لإنسان يفكر في الله أنه بالنسبة له هو الحياة وأكاد أجزم من قلبي أن الناس اللي عندها هذا التسبيح في داخلها لله عندهم نوع من الرضا عن كل أمور حياتهم مثلاً يجي في مزمور زي مزمور 34 يقول أبارك الرب في كل حين دائماً تسبيحه في فمي تتحول التسبيح من مجرد فعل ما في بداية الاجتماعات أو فعل ما الإنسان بتعجبه نغمة وكلمة لواحد عايش حياته بيسبح الله راضياً مقدماً له حمد وشكر وتسبيح كل زمن العمر في كل مواقف حياته بغض النظر بغض النظر عن أي نوع اللي هو عايش فيه يعني ترنم الشفاة ده المنتج النهائي ده آخر حاجة لكن القلب والكيان والشعور الحقيقي بالمديونية للرب هو اللي بيذفع الشفاة للتسبيح في مشهد أستاذنك في مشهد زي مشهد سفر الشعاء النبي أصحاح 6 لما يحكي عن السيد الرب جالس على كرسيه وأذياله تملأ الهيكل والملايكة بيسبحه لما يجوا ينادوا يقولوا قدوس يترنموا له في جو ممتلئ بالرفعة والمجد والإعلاق والسجود والإعزاز والرهبة والرهبة أيضا مفيش استخفاف عند حد مدرك عظمة إلهه عشان كده حتى النطق بإسم الله باطلا أمر مزعج جدا جدا لدى الإنسان اللي فاهم أمور الله وعند الله طبعا فالإنسان اللي بيحب يسبح الله يقدم له شيء اسمه ذبيحة التسبيح ذبيحة التسبيح دي أنا مش مجرد نحن نبتدي الاجتماع بترنمتين ثلاثة أو نقول شوية نغم كويس أو ننوع العبادة بترنيم وخدمة وتأملات لا لا التسبيح هو ذبيحة مقدمة من إنسان فاهم عظمة إلهه يترنم له من قلب يحبه وحتى مش بس يعني يرنم له بالإنسان ده فيه واحد بيقول له لذلك لكي تترنم لك روحي وحتى الروح أيضا ترنم الكيان زي ما كان بيقول الحبيب الدكتور أسامة الكيان كله مفعم بعظمة الله فيترنم الإنسان له كل زمن العمر طبعا أخ ناصف زي ممكن عاوزين نسمع ترنيمي وانت بتجهز حالك أوجه سؤالي لدكتور أسامة أهلا وسهلا فيك أولا وشرف كبير كبير إنك تكون معنا أنت خادم للرب خادم للإنجيل كنت طبيب تركت الطب وحاليا بتخدم الرب وبتسافر كتير موضوع التسبيح مش بس لناصف لأنه مسبح ومرنم مع أنه هاي كانت فئة وشريحة من المجتمع في العهد والتديم للخدمة سواء في الهيكل في الخيمة حتى في الحرب كان في مسبحين ولكن كرجل الله كخادم لما بتسمع عن تعبير التسبيح إيه اللي بيدور في ذهنك؟ إيه اللي بيدور في ذهني شخص عظيم قدير أحبنا بلا حدود حكيم في كل ما يصنع ألا يليق بنا أن نقدم الذبائح له في العهد الأديم كان في ذبائح حرفية مادية دموية أو قربان دقيق أو عطاية لكن في العهد الجديد الذبائح روحية ومن ضمن هذه الذبائح الملذة جدا لإلهنا غريحة تسبيح أي ثمر شفاة معترفة بإثم أول حاجة بتدور في بالي مش أنه قد إيه أنا فرحان بالترتيلة لكن قد إيه الرب يفرح يلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب آمين رح نكمل تفضل أخ ناصف عندي ترنيمة بتقول ربي تسبيحه قلبي وترنيمه ارتحالي ده واحد ماشي بيترنم يا سيس نزار واحد ماشي بيرنم للرب واحد فرحان مش بيعرف المثل الغريب اللي يقولك كل واحد كله يغني على اسمها إيه على ليلى يعني المهم القصة بالنسبة لهذا المرنم أو هذا الكاتب للترنيمة دي بيقول إن أنا مش هغني على ظروفي أو على حالي أو على حالتي لكن أنا هرنم للرب بتقول كده الترنيمة دي ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي العيش معك يحلو إذ ترعى نفسي ربي في مرع الحب تربط كأسي ريا وقلبي تنسيني كلامي وأشوك الطريقي معك أحزاني تنضي يا نوري ورفيقي ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي أنت المن الحقيقي غيثائي لسواك لن يكفي القلب غيرك هنائي في رضاك افتح عيني ودرك غيثائي كم يكون افتح عيني أراك أنت ربي الحلون ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي أخ ناصف قبل ما تتحرر من الكورديون منسمع دائما في تسبيح في ترنيم في عبادة ومرات يمكن منخلط المصطلحة خلينا نوجه السؤال بطريقة شوي بتختلف ليه في ترنيم بالعبادة يمكن عبادة كلمة كبيرة شاملة لكن ليه منرنم في العبادة طيب دول سؤالين مش سؤال دول حكتين لا بحبحهموا شوي التحض الفرق بين التسبيح والترنيم والأغاني الروحية يعني الترنيم كلمة أشمل لكن التسبيح هو هذا النوع من الترنيم المقدم لله كعبادة أه هقول عظمة الله تسبيح شكر الله الحمد الحمد مش هو بتاعه إزايك الحمد لله عامل إيه الحمد لله على السلام الله يسلامك مش ده الحمد الحمد له زبيحة مقدمة اسمها زبيحة الحمد وفي مزمور أو مزمير اسمها مزمير حمد أو المزمور مية الحمد هو هذا النوع من الثقة في الله عن كل ما يصنعه الله في حياتي ده يتبلور في كلام رضا وحمد وتسبيح برضو ده زي ما قلنا كده ده مقدم لله الأغاني الروحية نوع من أنواع الأغاني الاختبارية يعني زي ما داود يقف مثلا في مزمور يقول إلى متى رب تنساني كل النسيان إلى متى تحجب وجهك عني إلى متى أجعلهم ومن في نفسي وحزنا في قلبي كلهم ده أغنية روحية اختبار شخصي أمر عد فيه المختبر فقال بس جيف آخر الحكاية بتاعته قال أما أنا فعلى رحمتك توكلت ويبتهج قلبي بخلاصك أغني للرب لأنه أحسن إليه دي أغنية روحية ليها دعوة أو ليها علاقة بالاختبار الشخصي أو اختبار أنا معدي فيه سميها يعني واحد بيولور أحسيسه مشاعره في ترنيمة أنا أشكرك عشان أنت صمعت معي هذا دي أغنية روحية لكن أسبح الله أقول له نفسي تغني مخلصي مع أعظمك ده تسبيح يعني في العهل الجديد مكتوب مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وتسبيح وأغاني روحية لأن بعض المؤمنين بيحبوش استعملوا كلمة غنية لأن كلمة الغنية هي للعالم إحنا مش هندخل في القصة في أغاني لا مش في التفاصيل لأنا أحب أدخل في التفاصيل بس قصة أغاني العالم للعالم وعشان كده أنا النهاردة بقى من خلال هذه النفذة أهيب بكل من يكتب ترنيمة لا يصنعها لمجرد صنع ترنيمة للناس للجمهور للتابعين للفيورز للترافيك أنا يعني حينما تقدم ترنيمة تقدم لله في سجود وفي نوع من الترنيم اسمه ترنيم شعب الله إزاي لما يجي نجتمع لإسمه أنا مش هرنم اختباري الشخصي مش هرنم ظروف يا رب مع أحترامي ولا حتى اسمع صراخي اسمع صراخي ينفع رنمها في المخدع لكن أنا لما يجتمع شعب الرب إليه عشان أنا وأخويا وأختي نرنم ترنيمة وحدة كلمة وحدة ونغمة وحدة ونتجمع مع بعض نترنم له لابد أن يكون التسبيح هو الأساس رب قدامنا حاضر في الاجتماع إذن نترنم له ونشكره ونسبحه طبعا اسمح لي ما بقاش مبالغ لو قلت لحضرتك إذا كان النهاردة الآية اللي كانت بالنبوة الزمان وبقيت في العهد الجديد حقيقة أخبروا باسمك إخوتي وفي وسط الكنيسة أسبحك لابد أن يكون الترنيم في الكنيسة مقدم لله مقدم بالتسبيح لشخصه وأي نوع من أنواع ظروفي أو أنا أنا مش هرنم ضعفي هرنم قوته مش هرنم خزلاني هرنم عظمته مش هرنم الوجع آه على ترنيم الوجع ترنيم الوجع ده نوع من الترنيم أنا يعيني علي ورثاء نفسي وكتاب حياتي يعين النوع ده من الترنيم أنا أهيب بالحبايب اللي بيكتبه ترنيم واللي بيقوده شعب الرب في التسبيح ترنم للرب لأنه يستحق فإنه قد تعظم رنم لي لأجل عظمة سلطانه عظمة فداه عظمة ما يصنع أرفع وجهي لفوق كده وترنم له وأقول له ما أعظمك ده التسبيح أمين أخ ناصف عاوز أقول شيء تفضل أنا تقريبا بعرفك من أربعين سنة ولا يهم يعني كان عمرك عشر سنين بلاك الوائد كم عدي خمسة وعشرين من مكش بس عاوز أشهد في الأربعين سنة أنه كل ترنيمك تسبيحك كلها موجهة ومركزة على شخص الرب يسوع وهذا ما أريد أن أشهد عنه شكرا بس على فترة تعيش بس دي مش شطرة مني يعني ده مجرد أنه جميع تقولي دعوة رؤية أنا مش بيرفورمر مش من الناس اللي تنفع تقول مثلا موويل في الترنيم أنا لست هذا الشخص مع تقديري واحترامي ومحبتي لكل الناس اللي ربنا أداهم صوت حلو بيحبوا يقولوا بيه للرب ده حاجة جميلة جدا بس أنا يعني ترنيم شعب الرب في أذنية فرحة تفوق خيال البشر يعني ويرد سريع على الجزء الثاني من السؤال تفضل ليه الترنيم في العبادة ليه الرنم في العبادة ده سؤال مهم جدا نحن مش بنرنم في العبادة عشان نخلي العبادة متنوعة في الصلاة وفي ترنيم وفي وعظه ده يعني الترنيم موجود في العبادة لتقديمه لله كذا بيحة أقل من كده ما ينفعش عشان كده الاحترام في الكلام اللي بيقدم لله من خلال الترنيم مهم جدا يعني أنا مش هقوله مش هقوله ياسوع باين ترقني ده مش موجود وحتى نغمت لا تحجب وجهك عني إحنا في العهد الجديد النهاردة يعني الرب قال لنا أنا معكم كل الأيام زمان كتبت ترنيمة بتقول لا لا تتركني واحد يا راعي الأمين ولما كبرت فهمت لا هو مش سايبني ده يمكن ده كان شعوري وقتها دلوقتي برنمها لا لن تتركني واحد يا راعي الأمين قدني أنت حبيبي واسر معي يا معين أنا رب دونك لشاء أبدا الترنيم في العبادة مهم لأنه بيجمع شعب الرب يقولوا لي كلام يعظمه فيستحضرون الله في الاجتماع للدرجة اللي فيها يشعروا بحضوره فيما بينهم وهم بيجتمعوا لإسمه يجتمعوا عشان هو اللي مجمعنا هو اللي عمل الاجتماع عشان يبركنا ويكلمنا ويفرحنا فإحنا أقل ما نقدم له هو هذا التسبيح هذا التعظيم هذا السجود في اسم الرب يسوع تأكيدا لكلامك أنه جرت العادة في اجتماعات العبادة لتقديم الترنيم قبل سماع الكلمة وأعتقد دي هذا مناسبة جدا لأنه يجب أن يكون نصيب الرب أولا وبعد كده يكون نصيبنا فإن كانت اجتماعات العبادة نحن نقدم لله والله يقدم أيضا لنا تشكيعاته ومواعيده تحريضاته وتحذيراته أيوة فحلو جدا أننا نكون ندخل دياره بتثبيع بالترنم نقدم نصيبه يشبع هو الأول نعمي قالت لرعوث لما تروحي لبوعظ لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الأكل والشرب هو يشبع الأول وبعد كده ما تعوليش حم هيشبعك ويريحك ويفرحك ويشقعك فحلو في اجتماعات العبادة بنقدم الترنيم ثم يتكلم الله إلى القلوب والدمائر طبعا وانت بتتكلم ذهن راح وتماتك للكنيسة الأولى أو تاريخ الكنيسة الكنيسة كانت يعني شخص يرنم ترنيم ترنيمتين كان جزء من العبادة كانوا يعملوا قراءات من الكتاب المقدس لما نقول قراءات يقرأوا السفر كامل رسالة كورونتوس تسالونيكي أي سفر كانوا يقرأوا بالكامل كان القراءة الكلمة كان جزء كمان من العبادة وبعدين في تفسير الكلمة أو شرح الكلمة وبعدين في كلمات الوعز التشجيع والبنيان إلى آخر وهذه كانت فعلا من عداد الكنيسة الأولى بما أن أنت خادم سوري المؤاطعة بس ترنيم الكنيسة الأولى كله كان مش بترنيم منظومة بأشعار وما إلى ذلك كانوا بياخدوا الآيات مثلا زي العظم غنى الله ونعمته الفائق كانوا ياخدوا الآيات يقولوها بنغمة واحدة كانوا يحفظوا بيها الكتاب يعني التاريخ بيقول كده أنا في كتير خلال البحث والدراسة ترنيم الكنيسة الأولى ما كانتش ترنيم منظومة باختبارات أشخاص لكن كانوا بياخدوا مقاطع من الكتاب زي رأينا مجدوه مجدا كما لوحيد من القاب والكلمة وصار جسد دي كانت ترنيم من ضمن ترنيمات الكنيسة الأولى لما كانوا يجتمعوا معا كانوا يترنموا بمثل الحقائق الروحية على هذا النحو وده كان تشجيع يعني وتأكيد لهذا الموضوع الكنائس التاريخية الكنائس الأرمن والأنجليكن والأقباط والأرتودوكس اليونان إلى آخر بتلاحظ أنه من كل القراءات التي كانت تردد كتيرنيم أيضا هي آيات من الكتاب المقدس التي نظموها بشكل بشكل ترنيم أنا بتمنى من كل قلبي أنه يرجع هذا النظام أنه نعطي يعني وقت أكتر لكلمة الله تقرأ في الكتاب اليوم إحنا مرات منقرأ مقطع بسيط ومنوعز ساعة عن هذا المقطع بدل ما أنه ناخد مثلا تلت ساعة وأكتر نقرأ كراءات من الكتاب المقدس اللي بتساعد مع الزمن أن نحفظ كلمة الله انت خادم للإنجيل والموضوع هو التسبيح وقت الألم نعم إحنا عفين عن ناصف عشان يحكي عن التسبيح ولكن طبعا خدام الله لازم يتكلموا عن الألم إزاي يعني كيف نحطها في قالب أخ أسامة إنه نسبح وقت الألم وليه طبعا إحنا شفنا كثير من رجال الله في الكتاب رغم الألم إلا أن هما بيترنموا يتسبحوا لرب يعني تخيل بوليس والثيلة أرجلهما في المقترة نعم ويقول لنا الكتاب يوصليون وإيه كمان يوصليون ويوصليون ويوصليون والله المساجين لما سمعوهم اتفتحت أبواب السجن ولا واحد فكر إنه يترك هذا المحضر اللي فيه بتقدم الثلوات والتثبيح لله ويخرج بحثا عن حريته لما جه السجان يقتل روحه لما لقي الأبواب مفتوحة بقول يتسأله لا تفعل بنفسك شيئا رضيان جميع عنها هنا ولا واحد مشي يا للدرجة اللي بيها تختار ما بين حريتك وما بين وجودك في مكان بيقدم فيه التثبيحات رغم الألم اختاروا المساجين الوجود في هذا المكان احنا عندنا أثبابنا اللي تخلينا فرحانين برغم الألم والفرح هنا مش مجرد فرح المشاعر والضحك والهضار والفرح العالم أبدا يعني احنا مش مغيبين لما بنفرح في الألم والكتاب لما قال لنا احثبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة ما كانتش دعوة لتدروشة ولا دعوة لتغييب الظهن لكن بالرغم من أننا شعرين جدا بالألم سواء ألمنا الشخصي أو ألم إخوتنا اللي انت أشرت لهم في بداية حلقتنا بستشف من كلامك بتقول فيه أسباب اللي بتخلينا تفضل طبعا طبعا أقول بعض الأسباب اللي تخلي المؤمنين الحقيقيين حط خط تحت كلمة الحقيقيين فرحانين برغم الألم اليقين من معيط الله هل الله تركنا حاش هو معنا برغم الضيق وبرغم الألم معه أنا في الضيق فمعيط الله تخليني أفرح برغم الألم صحيح الأمر التاني هل الله يجيذنا في هذه الآلام دون أثباب عنده دون حكمة لديه ربما إحنا ما نقدرش نفهم فكرة الله أو حكمته ذي ما كان بيقول أخ ناطف واحدة من دمن ترنيمات الكنيثة الأولى يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحر لكن لما أعرف أن هذه الحكمة الإلهية بتخلي اللعنة تتحول باركة والشر يتحول خير أنا بقدر أفرح برغم الضيق لما بشوف اللي جار مع يوثف كل الضيقات اللي عدى بيها قدت إلى خيره نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله أمر تالت تشكيل الله في حياتنا من خلال الألم وما فيش مؤمن عدى في تجربة أو عدى في ألم إلا وشهد أنه أنا قبل التجربة غير بعد التجربة أنا قبل الألم غير بعد الألم بولث بيعطى شوكة في الجثب علشان يحفظ في حالة الاتضاع فما فيش أذمة عند ربنا أذمة من غير الأذمة لأ إن كان يجب تحذنونا يثيرا أقول رابعا وأخيرا لضيء الوقت التأهيل للمجد إن كان المسيح تألم وبهذا دخل إلى مجده وإن كانت النبوات بتكلمنا عن الألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها وإحنا أتباع للمسيح وبنعرف إن خفت ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي ألام الزمان الحاضر لا تقف بالمجد العديد أن يستعلن فينا لما بفكر في كل هذه الأمور الله معي الله حكيم الله يحول الشر إلى خير لن يتركني أبدا كل هذه الألام تتقول إلى ثقل مجد أبدي ده بيملأ قلبي بالفرح وبما أنه حكي هاي النقاط ويمكن أسألك أكثر نتوسع أكثر دكتور أسامة يعني واحد من التسبيح أو الكلام في المزامير مكتوب عابرين واد البكاء يصيرونه ينبوعا لهم كأنت كمسبح طبعا وضح لنا هاي الآية يعني وضح لنا الفكرة سعيدني الرب المزمور ده لي أو الآية اللي حدثتك قلتها دي ليها مفتاح تفضل يعني بيقول طوبة لأناس عزهم بك بك عزهم هنا العز هنا مش الرفاهية بتاعة الموضوع عزهم بك يعني قوتهم لما يتكلم عن العز يعني يمينك معتزة بالقوة ده بيكلم عن عظمة إيد الله مثلا طوبة لأناس عزهم بك هي بيقول فيها ببساطة شديدة طوبة لأناس قوتهم بك عندهم نوع من القوة مختلف عن القوة المادية والقوة الاقتصادية والقوة الشخصية لا دول ناس يعني ربما يكونوا طائفة عفوا طائفة ضعيفة لكنها وضعت بيوتها في الصخر طوبة لأناس قوتهم بك عابرين طوق بيتك في قلوبهم أيها فعلا رايحين ناحية السماء متوجهين في سكتهم وفي رحلة حياتهم عابرين في وادي البكاء مش يقول يصيره لهم الرب ينبوع القوة اللي خدوها منه قدروا يصيروا وادي البكاء لهذا الينبوع الجزء الجميل اللي كنا بنحكيه عن بوليس وسيلة بوليس وسيلة في السجن النهاردة إزاي يقدروا يعني إزاي يتحول هذا المشهد الكئيب مظلومين مضربين موجوعين مش عارفين اللي جاي شكله إيه ألقانين تعبانين حزنانين ظروف صعبة وأخبار وأمور صعبة لكن يجي المشهد ده تلاقي مثلا أنا بتخيل المشهد ده بوليس ينده يا سيلة أيها عم بوليس يالله حبيبي تعالى نرنم دلوقتي يقوله آه ده أحسن وقت النهاردة احمن وسبح الله ونشهد عن عظمة الإله اللي احنا ليه ويبتدوا بالترنيم والمساجين يسمعونهما لما يجي يقول على قصة أنه لما تزعزع السجن تزعزعت أساسات السجن أه أساسات العتب والقصة ببساطة شديدة جدا وصلت في مرحلة أنه تفتحت الأبواب وانطلقوا يعني لا ما هربوش زي ما سمعنا لكن حصلت معهم حاجة عجيبة جدا وانفكت قيود الجميع أنا أؤمن أن الناس اللي بتعدي في ودي البكة بعظمة إلههم وبالاستناد والاتكال عليه وبتسبيحه ناس مختلفة خالص خالص عن اللي بيعدوا في ودي البكة حزنانين على روحهم وعلى ظروفهم وييجي عدو الخير في أزم كل واحد يقولوا شايف فلان يعيني عليك انت شايف فلانة يعيني عليك انت فتلاقي لتسبيح تكتم في حياة المؤمنين اللي من النوع ده لكن الناس اللي عزهم وقوتهم الكمالة بتاعت الآية بتاعت مضمون 84 لحضرتك ذكرته ده يقول يذهبون من قوة إلى قوة تخيل يعني المشهد كله حزنه وضعفه أسه وكسره ووجعه لا دول ناس يذهبون من قوة إلى قوة يرون قدام الله فأنا النهار ده بقول لشعب الرب في كل مكان أنادي من هذه النفذة يا شعب الرب ليك إله أمين ليك إله عظيم ثابت لا يتغير ليس عنده تغيير ولا ظل دوران أدعوك يا شعب الرب تترنم له بالقوة لأنه يستحق بتسبيح وبكل تسبيح القلب في اسم الرب يسوع المسيح بتقولنا بترنيمة أحد عندي ترنيمة كتبها حبيبي نبيل وصفي بتقول كده جايين بنغني وبنقدم لإلهنا ذات يحت حمد بتتكلم عن التسبيح في ودي البوكة جايين بنغني وبنقدم لإلهنا ذبيحة حمد وبنرفع شكر قلوبنا وبنهديله كل المجن عايشين أيام نفخر وبمتعنا كل غنى أحنا أولاد وشعب وغنى ومراعا وبنشهد ليك أنت الله العظيم وبنسجد ليك يا راعينا الكريم وبنهتفليك يا ملك السلام ده في غربتنا النعمة بتكفينا وفي شدتنا فرح الرب يقوينا يعلى التسبيح ويدون كل الأيام يعلى التسبيح ويدون كل الأيام ده إلهنا حي وعلشان كده بنغني مش خايفي والضحك بيم لحياتنا لو في الوادي دموع وأنيم أحسان الرب حمينا ما راح مجديدة في كل صباح وديم لليل الغربة بأفراح وبنشهد ليك أنت الله العظيم وبنسجد ليك يا راعينا الكريم وبنهتفليك يا ملك السلام ده غربتنا النعمة بتكفينا وفي شدتنا فرح الرب يقوينا يعلى التسبيح ويدون كل الأيام يعلى التسبيح ويدون كل الأيام ويدون كل الأيام أمين بعد إذنكم أخذ مكالمة أهلا وسهلا معنا الأخت جين من فلسطين أهلا وسهلا أخت جين مرحبا مرحبا جميعا أهلا وسهلا أخت جين أهلا وسهلا تفضلي أنا بس هيك حب أسألكم سؤال إحنا من فترة كعيلة مرأنا في ظروف كتير صعبة وقاسية يعني مرات الكلمات ما بتعبر قداش قوة الألم والإشي العمال لمن مرأ فيه إنه أخونا الكبير اللي هو كان سندنا اللي كان رعينا كان يساعد ماما بعد رحيل بابا وحكي كنا نعتمد عليه كتير ونحبه كتير وهو قلبه طيب وحبته إلنا كانت كبيرة في لحظة وقع وكانت الوقعة كتير جامدة اتضرر جسديا كتير كان في المستشفى لوقت طويل هذا الحكي من ثلاثة شهر ونص ممكن أنا بقولهم هيك رقم ثلاثة شهر ونص بس بالنسبة إلنا كل يوم هو كان أكتر من سنة يمرق علينا في الانتظار نتائج إيش عم بيصير فيه وهيك فكان في العناية المركزة وكان فترة كان على التنفس الاصطناعي وضربة كانت كتير كتير قوية فيها ألم لكل العيلة طبعا أكيد فيها ألم لإله هو أكتر إشي لأنه بشكر ربنا أنه ربنا شفى عطاحية دقات رأى بكل معنى شفى عطاحية التنفس الاصطناعي أنه رح يضل على كل عمره بس هو كله يتفز طبيعي وإحنا منصلي منتظرين المعجزة الأقبر أنه يرجع يوقف على الجريم يستيقبل وأحسن بس في هالوقت قدم كبير هو عماله بعين جسديا نفسيا هو رجل أعمال وكان عنده شغله صفى إلى هله هو بالمستشفى تعبان موجود بفئد الأمل كتير معه وقال لأيش أنا لأيش موجود شو اللي صار بلقظة كل حياتنا تقلبت نتبوت معه الحدث بس كل العيلة تأثرت تقول كل واحد فينا عم بيعاني طريقة نفك في ربنا بس يعني عم بصلي أشوف نور هيك نور بقولي في وسط هالظلام اللي عم بيش فيه مع هالحرب كمان اللي بستع نور على الجميع هو حليا عم بيعاني من أفضل القعدة المجبر عليها تتعبوا سؤالي بكل هالظروف اللي عم نمرأ فيها كيف منقدر نتأكد نأكده الله بتأله لإله كيف نقدر نعطيه أمل شي رسالة تتعبه إياه وإما هو كان في الإنعاش كانت أختي ترحق تتعب ترتيل قد علمتو أنك تتعب على شي أنا أبعث له ترتيل لو نفسك تعبك مع عائلة نفسية بحسها كلام ربنا وأنا لما بدأ أصلي بطبي بالحكمة وحدك هاي الترتيل تتعب حاضر تتعب نريت لو نسمع وحده منهم قد علمتو أو وحده منهم بسرعة تتزياء أمانا نقدمها إلى وسط الألم والفقدان الموجود عنده شكراً كثيراً شكراً لك جين يمكن ما سمعتوش من البداية لأنه كان الصوت في ودني بعدين فتح السماعة سمعت يمكنه نص عيلي في فلسطين في بيت لحم الأخ الكبير هو بيهتم في كل العيلي رجل أعمال وقع وإله ثلاث شهور ونص في العناية المكثفة نشكر الله أنه ما كانش التنفس كان كله إصطناع لكن دلوقتي بيقدر يتنفس بس بعده على بيقدرش يتحرك ولا يعمل أي شيء كيف السؤال لأنه طالما أنت ذكرت منسبح في وقت الألم كيف ممكن يشجعوا أو يعزوا واضح من كلامه أنه هن جماعة مؤمنين وعاوزين يشجعوا أخوهم ويسندوه في هذه الظروف الصعبة يمكن أشرت لمعية الله واحدة من ضمن أكتر الأثباب اللي تخلينا أنك تاذ في الألمات وإحنا مطمئنين أروع ترنيمات داود يمكن كتبها وهو مطارد من أبشلوم صحي لما تفترجع كلماته لما بيقول جعلت ثرورا في قلبي أعظم من ثرورهم بالسلامة أتجع بل أيضا أنام لأنك أنت يا رب منفاردا في طمأنينة تسكنني هذا المضمور كتب وقت ما كان داود مطارد من ابنه أبشلوم والخطر محيط به من كل نهاية إيه اللي خلاه بهذا الشكل ثقته في أنه الله معنا إحنا نتوقع أحيانا أنه الله يطفق نيران اللهيب لكن مع الرجال الثلاثة شدرخ وميشخ وعبد ناغو منذلتش أمطار الله من الثمى علشان تقضي على هذا الأتون مع أن الله كان يقدر يعمل كتب لكن تراموا في الأتون هل تركهم؟ حاشة لي فمعية الله ثندة الله إحنا من غير الله من أقدرش نكتاز هذه الظروف داود يقول أيضا إذا ثرته في وادي ظل الموت أي إحنا عرضا لأننا نثير في وادي أقل ما يقال عنه وادي ظل الموت لا أخافه شرا مش لأني فتوى ولا لأن أنا بطل ولا لأن لا لكن لا أخافه شرا لأنك أنت معي أكتر حاجة ممكن تمنح تشجيع وتعذية ثواء للأخ اللي إحنا منطلب الرب أنه يتمم شفاه أو للعيلة المحظونة لألم هذا الأخ الله معكم لن يتخلى عنا أبدا أمين بصل أنه وصلت الرسالة أخت جين أنه الله معنا مش رح يتركنا معه أنا في الضيق وخلينا نتذكر دايما أنه الله لابد أن يحول كل الأمور للخير لأنه معنا وفي نفس الوقت الله لا يدعكم تجربون فوق ما تستطعون بل سيجعل مع التجربة المنفذ أكيد الله عنده منفذ وبصلي كمان أنه الله يعطيه منسوب نعمة للتحمل تحمل الألم والوقت والظرف يعني نعمة خاصة والعيلة كمان تحتاج لنعمة خاصة وأنه ألام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد وأنه الرب هو معنا في وسط أتون النار وخلينا دايما نتذكر أنه الله لابد يحول كل شيء للمجد أهم شيء إحنا منصلي خلاص النفس وأنه يكون في علاقة حميمية مع الرب وإحنا منصلي أنه الله يعطيه يبعد عنه كل كآبة وكل روح يأس ويشجعه ويفرحه أيضا والرب يستخدمكوا أنتو وهاي يمكن فرصة كمان بيوحد العيلة ويشجعكوا أنه تفكروا على الأمور الأبدية أكتر من الأمور المؤقتة وخلينا أقول بعد كل هالأقوال أنه بغض النظر الزرف والألم اللي بتمروا فيه صعب جدا بكل معنى الكلمة ولكن الله وحده هو اللي بعزي الله وحده هو اللي بيشفي الله وحده هو اللي بيرفع والله هو اللي بيحول حتى الأمور الصعبة والخطيرة في حياتنا لجمال ولحلاوة أيضا صلواتنا معكم محبتنا معكم فكرنا معكم ورح نستمر بالصلاة من أجلكم ومن أجله أيضا والرب إباركي أخي نظر لو تسمح لي أضيف حاجة كمان مش بث لهذه العائلة المتقلمة لكن لأي حد بيكتب في الألم إحنا مش مطلوب مننا أننا نفهم حكمة الله دائما الله لا يجاوب عن كل أموره ومش ملظم أنه يديني تقرير مفصل هو ليه سمح بكذا أو ليه عمل كذا لو الله أعلن لي عن حكمته أنا بكون شاكر وممتن لكن لا والله ما أعلنش لي عن حكمته أو أنا مفهمتش من المؤكد اللي أنا مش فهمه تلوقتي أفهمه بعضين واللي أنا مش فهمه هنا هفهمه هناك اللي بترث لتتفهم الآن ما أنا أطنع لكنك تتفهم فيما بعد علينا الناثق في حكمة الله الله حكيم ولا يمكن أبدا يكون ما عندوش أثبابه لما نكتب فيها دكتور أسامة في نقطة كتير كتير مهمة ومرات إحنا كمسيحيين بنتنازل أو منقلل من أهمية الموضوع يعني الكلمة في الإنجليزة The sovereignty of God سيادة وسلطان وهيمنة الله المطلقة يعني مش كل شيء بنفهمه لكن الله كلي السيادة فإزاي نفهم سيادة الله في كل الظروف في كل الأوضاع في الأوضاع اللي عم بتصير حاليا بين إسرائيل وبين غزة بين حماس الله هو السيد الكلمة الأخيرة إله السيادة إله السلطان مرات إحنا منضعف هذا الشيء من حول كأنه نلوي دراع الرب بشوية صفات أخرى نقلل أو نقلل من أهمية سيادة الله كيف تفسر هذا الموضوع كل ما كان الشخص أي شخص مش بتكلم عن الله أي شخص عنده سلطان وعنده سيادة بيسمح بحريات الأشخاص الآخرين لما بيكون الشخص ديكتاتور ده مش قوة لكن دي ضعف والله مش بالضعف حاشا أنه يكون اللي يخلي إبليس مقيد والأشرار مقيدين لكن الله مهيما وبالرغم من كده إبليس بيقول في كل الأرض يثقلوا من أين جئت يقولوا منها الجوالان في الأرض والتمشي فيها الله بيترك أحيانا الأشرار يفعلون ما يريده فعاوذ أشوف هذه الأمور أنه الله في مطلق ثياته وثلطانه لكن هل الشيطان شغال الإجابة نعم هل الأشرار ليهم مؤامرتهم وليهم مشورتهم وليهم خطتهم الإجابة نعم الله بقى في حكمته إذ هي من على كل هذه الأمور علشان تقول لخير ومجد أولاده دي حكمته أخ ناصف طبعا يعني إحنا عايشين في زمن على ما يبدو أنه كله ألم وأنين وصراع وتحدي ومواجهة وغير المواجهات اللي هوتية اللي هي ضد المسيح ومقاومة الكنيسة وغير انقسامات الكنيسة من جوها إزاي كيف ممكن نحصل على الثبات الداخلي يعني أصل إلى نقطة أول مثل المزمور ثابت قلبي يعني عندي هذا الثبات بغض النظر لو الأرض اتزعزعت والجبال انقلبت أنا ثابت فرص من رب يسوع إحنا في زمن الأمانة الفردية إحنا في وقت يعني الواحد فينا بين وبين إله أمر شديد الأهمية مش في العلن مش اللهم أشكرك لأني لست مثل باقي الناس زي ما كان بيصلي في الريسي لكن في الأمانة الفردية بتاعت اللي بيني وبين الله وما بقاش مبالغ لو قلت هذا الكلام إنه الناس اللي بتبحث عن الله وبتبحث عن سلامه وبتبحث عن عظمته في الأحداث بيقدروا يشوفوا حاجتين إن الله صادق لأن كلمة الله قالت عن الأحداث اللي بتحصل ما بين الزلازل والمجاعات والأوبئة والحروب والكل حاجة اتقالت إنه في الأزمنة الأخيرة تكون كده الطبيعة واللي حصل والأحداث وحتى البشر يكون الناس محبين للذات محبين لأنفسهم حانسين غير طائعين لوالدهم كلمة الله ألت لنا على كل حاجة الناس اللي عرف كلمة الله كويس وعرف عظمة اختبارها وعظمة إلهها وعندهم هذه الأمانة الفردية قدامه عندهم نوع من الثبات كالشبل الثبيت زي ما بيقول الكتاب عندهم نوع من الهدوء الداخلي عرف الحديث بتاع وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع أنا مسد أن في حاجة اسمها سلام الله سلام الله ده ليس سلام مع الله لا ده سلام الله نفسه السلام الذي يستمتع به الله نفسه ينفع يكون لنا في المسيح يسوع وسلام الله على قراءة تنزل قديم أمانة وسط حلو وصل لسؤالك أي رد؟ هنا بيك يدور الروح القدس أيوا إحنا ما نقدرش نقدم هذه الزبيحة زبيحة التثبيح إلا بالروح القدس وعلشان كده بيحردنا الكتاب امتلئوا بالروح أنا صحيح ما فيش ممكن عبادة تكون مقبول لا أحد يستطيع أن يقول يسوع رب إلا بالروح وده عبادة ده تثبيح ده تمجيد لربنا يسوع إلا بالروح فثؤالي لكل اللي بيعدي في حالة مشابهة هل أنا مدي الروح القدس مجاله في حياتي هل ممكن يكون في حاجة بتحذن روح الله جوايا هل في أمر بيخلي روح الله القدس مطفي في داخلي ولا أنا مدي المجال للروح القدس وينشق في عبادة وتثبيح وترتيل وترنيم للرب خليني أقول للأخت سامية حاجة بسيطة خالص يعني في نفس ضوء الكلام اللي كنا بنسمعه دلوقتي لو عندنا إزازة فاضية وليها سدادة وربطناها ورميناها في البحر عشان تتملي مش هتتملي لو طلعت الإزازة دي وشلت السدادة منها وحطتها تحت حنفية بتنقط نقطة كل شويتين هتتملي المشكلة ما كانتش في البحر اللي ما ملهاش ولا الميزة كانت في الحنفية اللي ملتها لكن القصة كلها كانت في الإناء نفسه في الإزازة اللي عليها سدادة اللي كان بيحكيها خدم الرب النهاردة لاستعداد يا أختي العزيزة أنت محتاجة النهاردة تقولي للرب من فضلك املاني بروح التسبيح أنا مستعدة أني يا رب أقبل الكلام اللي أنا كنت بحفظه عن عظمتك وعن مجدك أنه يتم في حياتي من فضلك أنا مش خايفة أنه تيجي في وقت من الأوقات أنك تعديني في أمر تثبت لي أو توريلي توري عناية في عظمتك التانيمة اللي جاية بتقول بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر زي ما طلبوا مني الحبايب زي ما طلبت الأخت الجين القصة ببساطة الشديدة يعني محتاجة واحد مصدق ربنا ومصدق حكمته فيها عدد التانيمة دي يقول له الدين يعنيين تشوفك وتصدق بالإيمان واخدين بالنا الدين يعنيين عينين روحية تشوفك وتصدق بالإيمان أن ما فيش أمر يفوتك وفي إيدك السلطان يا حبيبي ساعدني أشكر أسلم واستريح واخضع لك ربي واصبر أنت حكمك صحيح هاخدنا عددين عشان الوقت أولها بيقول بالحكمة أنت وحدك بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر كل الخيوط في يدك وأمين بطول العمر بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر كل الخيوط في يدك وأمين بطول العمر ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام عالي وإيدك قديرة قلبك مليا حنان ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام عالي وإيدك قديرة قلبك مليا حنان صلي معايا العدد ده الدين يعني أنت شوفك وتصدق بالإيمان ده مفيش أمر يفوتك وفي يفوتك إيدك السلطان الدين يعني أنت تشوفك وتصدق بالإيمان ده مفيش أمر يفوتك وفي إيدك السلطان يا حبيبي ساعدني أشكر أسلم وأستريح وأخطع لك ربي وأصبر أنت حكمك صحيح يا حبيبي ساعدني أشكر أسلم وأستريح وأخطع لك ربي وأصبر أنت حكمك صحيح آمين آمين يعني وأنت بترنم فتحت الكتاب المقدس مكتوب في مزمور مي وخمس واربعين أرفعك يا إله الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد عظيم هو الرب وحميد جدا وليس لعظمته استقصاء في مزمور مي و سبع واربعين سبح الرب نعم لأن الترنم لإلهنا صالح نعم لأنه ملذ التسبيح لائق نعم تفضل أخ ناصف هنا بيقوله حتى في مزمور مية سبع واربعين ده مش سبحه للرب سبحه الرب نفسه خليه هو التسبيحة سبحه الرب مش سبحه للرب يعني خليه هو نفسه يكون تسبيحتنا تخيل واحد بيرنم بيقوله أنت تسبيحي فاكرين لما موسى قال في النشيد الجميل بتاعه يعني الرب قوتي ونشيدي نعم أنا مستدق أنه الرب نهاردة ينفع أبو أشعياء اتناشر بيقول لا هو ذا الله خلاصي فأطمئنه ترنيمتي وقوتي هو ده واحد يعني صير الله إنجاز التعبير ترنيمة ذهنه وفكره الله بقى هو الترنيمة مش احتياجي مش ظروفي مش مشكلي مش أوجاعي مش انطباعاتي مش أمنياتي لكن الله بقى تسبيحي دكتور أسامة يعني إحنا في الدقيقة الأخيرة إذا في عندك أي رسالة بتحب توجهها على هذا الموضوع وأنا بعدي في الألم قدامي موقف من موقفين يا إما أتذمر وأشكي ويبقى مش عجبني معاملات الله وأنا كده مش طالع بأي فايدة روحية يا إما بأخضع الترنيمة جميلة بتقول أخضع عليك ربي أخضع عليك ربي في وقت الألم فيه تشكيل إلهي والله فخاري عظيم نعم 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 وخيرنا ده فيه تشكيلنا نعم امتحان إيماننا هو اللي هيعلمنا أننا نثبر الألم اللي احنا بنعدي فيه بيؤهلنا للمجد نعم ما تشوفش تحت رجليك الأشياء التي تورى وقتية الأشياء التي لا تورى فهي أبادية ألام الزمان الحاضر ده اللي انت شايفه المجد العتيد أن يفتعلن فينا ده اللي انت مش شايفه شوفوا بالإيمان النهار أمين أمين شكرا كتير دكتور أسامة وشكرا كمان أخ ناصف وبحب أوجه كل يعني أدعوه لكل المشاهدين رغم الألم رغم الضيق رغم المعاناة في إله حي موجود أصرخ له ارفع صوتك لإله أطلبه من كل قلبك فيوجد لك ربي باركك وننهي بالترنيمة ونطلع على الهواء موسيقى ياللي بطول الرحلة معين ولقينا رعينا وخل أمين انت إلهنا وعزنا بيك نعد في فودي البكة غالبين ياللي ملت العمر بجودة نعمة وتعود بالأفراد كيف يالينا يا ربي وجودك أيامنا وياك في نجاح انت الهنى في رحلة عنا وانت التسبيح والترنيم انت الرضا بطول المدى بحمد بنه تفلك يا كريم وانت الخير غسر ووفير بيملع حياتنا بشكر عظيم وانت سرور وريل جور وراحة وراحة وفض يمبوع وانت العزة وانت الراجة أمين تعالى يا ربي اسمع